القرآن ذوال ربي عزيزان السفوان سطلا مرتفاف اتسوين ذو فريد مسلماء ورثكين دماء قرآننا قلوبنا له سكن أرواحنا له وطن يملأ فينا عقلا ووجدانا ما أتعس من سار بغير منهج طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبداً دهر ظنآنا وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس 430 من دروس التفسير ومازالا هناك صورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيارة من أمرهم ومن ياصل الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينة الآياغية مقدمة لكي أربي سبحانه أذي ذاوي يوم من الهلاح ظاهرة فينومان ذا شوث اسميس للدوبسيو تبني للجاهلية إلى نظام التبني ماهي المعنى التبني للدوبسيو الدياسي وماذا الديوية جرود أثير ربي أثير في المكان نميس نعم لا تساقشيش في المكان القليس ثم بعد مريمث واجي فيها دوبتين مريمث في ورث عادي أما كان ذميس عادي أحكام البنوة أصوى طبقاً تفلس لستاتي ينس جريديك كيف كيف تبني إذور طاس إذور طاس التبني عادة جاهلية لها مفاسد ومظار كثيرة منها اختلاط الأنساب شرع ربي يفعل الأنساب ذلك تصفانت تصفانت إذور طريقاً أصوى طريقاً لا لا أصوى طريقاً لا 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 لتبني أصوى طريقاً تفضل ما تفعله رجل شخص أصوى طريقاً أصوى طريقاً أصوى طريقاً أصوى طريقاً أصوى طريقاً كل شيء خلظ ويجب أن تكون صحيح أن تكون كذب أن تكون 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 أن تكون أن تكون في الياس والناس بصحال لذلك الشرع يقر لا إلى قد يلقى لكل شيء يزدي من مظار التبني اختلاط الأنساب من مظار التبني أنه مخالف الحقيقة ليست حقيقة ادعاء غير صحيح ذلك القرأة اسمائي الند في الآية الرابعة من صورة الأحزاب شرحناها وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل تأتي الآية الخامسة ودعوهم لآبائهم يقول ما يلاقي يبدأ تقشيش يرثب كنميس ذهب لماذا تتتت لماذا تتتت مظار أطاسك الساعة أطاس أرنع لك لك يقشيش مريم غور يغل الساعة عشرين ثلاثين سنة إذا يجو يكو يللي هذا ما يدخل الزواج ببنتي المتبني أي المتبنى يرغب في الزواج ببنتي المتبني أنت كما تفعل رك في حرج إلا عطيت هالو المجتمع يقول كيف أوليدك تزوج بنتك ما معقول ما عطيت هالو لقد حرمت حلالا هذا نغة المفسدة النظر غدوانتك يتموت نتكلم عن المتبنية لدال لدال دوبسيو كي يموت هذا يجي مثلا عنده بناته عنده خوته 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 يجي هذا الابن المتبنى هذا لا ضبط هذا الابن المتبنى يارث يورث والخوانتك ما يدوله الأخوات والو كل شيء والو على خطر الابن مقدم على الأخ أو كيف ثاني أيضا مخالفة شرعية أزكذ يمث وقيد يبون أغرث ما لا يمث على بل كميس يبون يرتش وين هذا يحجف أثم يستمس حجب حرمان يعني لا يدل ولا شيء لماذا؟ لأن البنوة حجب الأخوة حجب حرمان عن طريق ما يسمى قواعد الترجيح والقاعدة الأساسية هنا هي قاعدة الجهة لأن جهة البنوة مقدمة على جهة يمكن أن نتحدث معكم في ذكر السلبيات ولكن عادة موجودة أو عادة موجودة وكذلك يتحدث في الجاهلية يجبون الذراري يكبرون لكن يرفضوا السيف يحاربون الحروب والقرات وكذا حتى قالوا لا يريثونا إلا من يحمل سيفنا الذي يرفض السيف معنا أو الذي يورثنا يعني واحد من المشاكل الكبار هذه جاهلية يا جماعة الخير ليس شيء بسيط غير ربي الذي قدر يدويها ويدويها كما أحب ربي لديه فايد الروت لديه فايد الروت ليس لن نعود لن نقول نعم مرمال وماذا فيها لأدوبسيان تجيب الطفال وتربيه وتقريه وانت ركحنين كيش واحد قالك ما تديرش ولكن ديرها قدام ربي وعباده ديرها بالكفالة بالكفالة الكفالة تجوز التبني لا يجوز خاطر ليس هناك واحد يقول لك نعم لديكم شرحنا نعم لديه يجيب ذلالي ربي نعم ربي نعم نعم ولكن بالكفالة كما ضرب نعم بالعقد كي يكون عقد الكفالة على كل شيء لا يوجد غموض غدوة كبيرة لو كان لا تقول الحقيقة ما يحدث هذا وجبت الطفل صغير عنده 6 شهر أو عام أو عام أو عام يصل إلى 20 سنة يذهب بالماتش ماتش الفوتبول ما نقول لكم صرح نعم لديكم لجول لجول واحد قاس الأخر دخل الصاد وتزعف وقالوا قالوا أنت يا قالوا أنت يا هذا ليس بابك آه خير إن شاء الله إن يسمي لذن البال مخلف إن تقد وإن أنا رسم كل سنة شيني وإن ما يش ذهب ذهب هذا هذا كيف تقول لهم بعد عنده 25 سنة يأتي يقول لك أنت بابا أو ما تقول لهم تكذب كان المجتمع يشهد بسيكولوجي الجانب السيكولوجي دمار ويجعل لك مشكلة في الدار مشكلة كبيرة لا تستطيع لهم يقول أنت يحرم عليك لماذا لا تقل الحقيقة تستطيع تتبني يقول لي من البداية كما يقول بسيكولوج الذين يعرفون 6 سنين 7 سنين 5 سنين في ذلك الوقت قال يا أوليدي لماذا تقول يا أوليدي في الإسم أنا أجبتك ربيتك وبابك المهم كل الحقيقة ويكبر عليها ويخطرمك ويقدرك عادي هذا إنوسان لا تزيل وازرة الوزرة أخرى موضوع التبني الذي قادر بشي عالجو غير ربي برك ممكن نحكي معكم ونطول معكم الادوبسيون هي تص الخسارة نتسعة ربي سبحانه إذيوات في الأردنانس الرماد أدوية وصفة طبية علاجية منهجية لإبطال عادة التبني والآن القوانين مختلفة نتكلم على القانون الجزائري المعدل بالأمر 050 يعني القانون 421 المعدل بالأمر 050 المادة 46 تقول الحرف الواحد نص يمنع التبني شرعا وقانونا إذن التبني ممنوع ممنوع في الشريعة ممنوع في القانون هو سمعته المادة يمنع التبني شرعا وقانونا الشريعة غلقت باب التبني وفتحت باب الكفالة هذه جهزة وعندك فيها أجر ولكن كفالة عندها قواعد وأحكام شرعية في الشريعة الإسلامية عندك أجر عند ربي والأحاديث موجودة أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين أو كهاتين في الجنة في رواية الحديث وبعدين في القانون امتعنا المادة 116 إلى غاية المادة 125 في أحكام مفصلة في موضوع الكفالة ربنا قدم لهذا الموضوع بهذه الآية لهذه الآية 36 معنى ربي سبحانه كي قرر أمر ورسوله صلى الله عليه وسلم لا لديك خيار لازم الالتزام بأوامر الله ورسوله هذا هو المعنى الإجمالي واللي يعصي يا ربي أي يقولك أنا أنا ما نطبقش ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل ظلال مبينة خطيرة ثلاثة ظل ونو يعركوا فريد ما فريد ظلال معنى فريد الهداية زيد تأكيد بالمصدر ظلال زيد مبينة واحد ملكم ممكن يروح له طريق يروح لك طريق تروح بحبيت تروح لفريحة وصلت الودع يسي يقولك لا رأيك غلطان مثلا رأيك تروح بباشر 4-3-2 قولك لا رأيك هذه المشكلة ما لقيت حتى واحد يؤيد لك معناه ظلال طبعا هذا الطريق ليس مشكلة ولكن نقول الذي يفقد يروح له طريق لرب سبحانه خطر كيف تلفل طريق في الدنيا عادي سجم يروحهم بعد أما لم يعرف الطريق لتوصل لرب هذا هو الظلال المبين ربي قال وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وفي صورة الفاتحة نقول هذين الصراط المستقيم يا الله وبعدين وإن تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنعم الله عليه بالإسلام زيد بن حارثة نبع الصلاة والسلام تبناه يخذ مثلا دوبسيون ذغسى ولم زيد ميسن محمد صلى الله عليه وسلم أما ولكن ربي أنعم الله عليه ذين سلم نعمة كبيرة والإسلام نعمة لقوله تعالى اليوم اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي صورة المائلة ورضيت لكم الإسلام دين وأنعمت عليه يا رسول الله باش ماذا تكون هي زينب بنت جحش ذي الليس نعمة 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 صلى الله عليه وسلم بنت عمت النبي عليه صلى الله عليه ولم أميمة بنت بن عبد المطالب هي نسا عميس معنى ذي ذا منيس ذا منيس قد تختنطف هي الوارس ربي سبحانه ويهي قاد ربي سبحانه حضر انفيد روت لاند اكسيان باش المره هذه تزوجها بعد النبي عليه الصلاة والسلام ربي هو اللي زوجناك النقل معنى الوحي إذا استقبله العقل السليم يكون فيه انسجام وتناغم لا مثيل لا اللاغ ما مقر أذيف هم ذا شو قلن للوحي إما لوحد عقله ما حبش يخدمه ماليش نقول ما عنده عقله ولا محبش يخدم عقله وريس ذمرا لغيس نحاول نعطي المعاني الإجمالية هذا الأمر مهدنا له بما يكفي إن شاء الله ويحقق الغرض بعد سبحانه العظم ربي سبحانه قال وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه النبي صلى الله عليه وسلم عنده مشاعر يقول السلحة سبحانه السلحة ذا شردين المدان إمثام الطوث زيد قلان بين قوس الميس ونسسل الدوبسيو السلحة سمطوثيس السلام رانسيدي يا ربي إلى الحراج ولكن لقد الطباق هؤل الآياء الأولى ستة وثلاثين تمهد لهذا فلما قضى زيد منها وطر زوجناك ربي قال زوجناك أغلاص ربي وليزوجوه وهي كانت تدل عليه تقول يا رسول الله ربي وليزوجن ربي إذن ربي سبحانه إذن سيك تدبيرا لكي لا يكون على المؤمنين حرجهم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وطر لكي لديه حالة كما هذه وكي كثيرا بعد إبطال عادة التبني يقول ما يجوش إذا يطل يصنغ يمث تصيغ ونسيدي بوين كن يتبنان عادي أيغر خطر ماشي ذنبس ولكن زوجة الإبن الزواج بها حرام هذه من المحرمات على وجه التأبيد نقول جزارة رجز يقص ليس ولا ما يمث ميس أتقيم دايما تسليس لست ينتعها تسليس ولكن ولد الأخر يقدر تزوجها وهذا اللي صر يقول كذراري وتصفغ نارها أن ثم تثاغ يعمس بورش ديني قلان ديني جزان أم ماذي الشرع ماذي المجتمع ماذي المجتمع مهم الشرع ربي بسم الله ما شاء الله فقم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها وَلَا تَتَّبِعَ وَلَا تَتَّبِعَ لَلْ تَتَّبِعَ سنة الله في الذين خلوا من قبل أما سنة النبئين والمرصدين وكان أمر الله قدراً مقدوراً يعوذ السد بصيغة أخرى وكان أمر الله قدراً مقدوراً لا يمكن لأي كان أن يرد قدر الله ينور يزنير أذير أين يرى رب سبحانه الذين يبلغون رسالة الله الأنبياء والرسل البروفيت والمساجي يمشي عن السيد يا ربي يصوضن الرسالة وكان يقول هذا هو ذن ربي ويخشونه هذا هو ذن ربي ولا يخشون أحداً لله خطر الخشية أن يكون يكومرنا نقوذ ربي وذين مقارن نقوذ ربي أدغل رب كذيون يظلمك يضرك ما يتقوذ ربي يسهل الحال أد يسيون واسد يغضر صواب أد يغضر العقل في المعقول أد يظلم السماح لا يوجد الحقيقي خطر يتقوذ ربي لما يتقوذ ربي هذا هو الغلال ربي يعفوه اغفر او نشضن اوخر ما يتقوذ ربي ثروي 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 أخطر يتكمل يتخصار يفاياس الذناء الغاطل يفاياس الذناء يتخصار ذينمي سيد يا ربي ذا يشو ديننا أما في نفس الله يسمى في سائر النبي ذا يقول ذا يكام ربي ولا يخشون أحدا لله هذه أحكام شرعية للتطبيق وكفى بالله حسيبة يقولون كسان الكوراج كون عنده كوراج يرح يحاسب الأنبياء والرسول كون حاسبهم يعني أحيانا مقتضى العقل يعني مراعاة مقتضيات العقل هذا يكفي باش الإنسان يعود إلى جادة الحق والصواب ما يلا يغاف العقل غاف أن تأكل يا ربير اللهم علم ذا ينسيانك الأصعب لن بعد هذه السنوات كنت يبغى ذا يلكان ما كان محمد نباء حادي من رجالكم وهو ذا وقت يقرى باسم الضيف أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال من رجالكم ما قال ما قال منكم ما قال منكم معناها نسيساء نسيساء الدرياء وذغا موثنياكم بالمناسب موثنياكم الضيف والرويس أما ذا القاسم أما ذا وياض أو كل رويس سوى يلي فاطيمي قررنا فرست شور أموثنياكم ولاش الأبوة أتقيم كان كل شي يزدي كل شي يصفى ولكن الرحمة يريم ذنا إلى قتلي ومشيذ العيب احتراما سيضيون بذبا لكن يمني حادي ولكن حقيقة حقيقة في شمذي القدر في شمذي الحذاقة ولكن رسول الله وخاتم النبيين هي يعني أمي خير شرف باش يكون أبنغ يكون يكون رسول النبي صلى الله عليه وسلم زيد مثلا وقيل اكساس الأبوة بعد عادة التبني ولكن يقيم دايما رسول الله هذا هو الشرف الأكبر وخاتم النبيين رشو ديس الفيرس هو آخر الأنبياء ذنت ساء يختم ربي سبحان السيسي يختم يكون النبوات والرسالات وكان الله بكل شيء عليما يعني ولش شيفر نفسي ذي ربي علمه محيط لا تخفى عليه خافية أم بعد الآيتان 41 42 أشهد لنا ربي سبحانه يا أيها الذين آمنوا أهل المؤمنين اذكروا الله ذكر كثيرا يعني أربي والهاغ يرشدنا إلى ذكر الله كثيرا ليس قليلا بالمناسبة وين وردت كلمة الذكر إلا كثيرا كما الأياء التي شرحناها في لقائنا هذا آخر لقائنا السابق لأياء 35 والأحاديث والأحاديث وذكر الله كثيرا لكي الإنسان يدرب لسانه وقلبه لكي لا يكون من الغافلين يذكر ربي يذكر ربي لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لكي لا أحاديث يدرب لك لكي لا تذكر الصباح أشد دنيا لكي لا يسعد دعاء اللهم يجعلها ريحة ولا تجعلها ريحة ثلاث الإنسان في كيسة ربي نعمة من النعم نعمة من النعم يذكر ربي يغطن بيرتاج يطيخ خدمة لا دال يغدخ ربح نورا ويسين بسم الله يبارك بسم الله يبارك ذا ولي الهام أدنى الله يبارك بسم الله ما شاء الله ربي يا أيها الذين أمنوا نذكر الله ذكرهم كثيرا نذكر الله بلا التزام لهيئة أو لا وضوء أو لا أتذكر ربا كنت الليل صلوظهم بلا لوظهم تقيمة تفضل تلحوظ تصل تكسل أكن الليل آيات الأخيرة من صورة العمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون الإنسان المهم يذكر الله عز وجل كثيرا بعد آخر آية وسبحوه عظموه وسبحوه قدسوه بكرة وأصيلة العفدين من السيس الوليسة اسمها سيده ربي سبحان الله وابحمده سبحان العظيم كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان يعني في الحسنات حبيبتان إلا الرحمن سين مزييف سيسيف ربي حمده ولكن سعنا جر زين سيده ربي سبحان الله وابحمده سبحان الله العظيم هذه الحديث سبحان الله وابحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبح ربك نتصنض وهكذا أتفرض سالم غانم أوليك زدي ألغيك زدي أرساضي وقول لا أضع ربي سبحانه أسك شمد شواليس نغاس لك شمد شواليس ولكذن في صلى الله عليه وسلم يوم القيم يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم أتتهموني تقول لي بل أنت أشغل عندك الميزان خير مني يا ولدي هل أنت أعمر الزواج ربي هو لي زوجها وكله هنا أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع وفي الجعبة كلام آخر ولكن أكتفي بما ذكر ذا يمكن إن شاء الله جرام ثلويث أرثي من اللي السلام ربي في الله